الأشخاص المصابون بالتوحد الذين تطلق عليهم في الصين تسمية أطفال النجوم غالبا ما يعانون الوصمة الاجتماعية كما هي الحال في أي مكان آخر في العالم بسبب الصعوبات التي يواجهونها في تفاعل مع الآخرين لكن منظمة أمل غير الحكومية تحاول في هذه المساحة الخضراء في شمال العاصمة الصينية وسط الأشجار العالية وصهيل الخيول مساعدت هؤلاء الأطفال على التقدم وبين الحصص التي يتولى خلالها المدربون توجيه التنامذة في أنشطة الفروسية المعدة خصيصا لحالتهم في إطعام الخيول ورعايتها ويحصل التفاعل بين الخيول والصغار وسط النقر حوافر الأحصنة التي تطيع أوامر مدربيها ومرشديها وقد لمس ذو المصابين تغييرات في حياتهم أحدثها ركوبهم للخيل ترجمة نانسي قنقر